قال رئيس السيسي أن مصر أطلقت برامج عديدة من أجل التحول للطاقة الجديدة والمتجددة إلى جانب برامج تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وأشار رئيس السيسي إلى أن تحركها في هذا المجال كان في وقت مبكر انطلاقا من اتفاقية فاريس للمناخ إن مصر تحركت في موضوع المناخ بوقت مبكر جداً ويمكن إحنا كن لنا مساهمة كبيرة جداً في اتفاقية باريس بحضورها هنا أثناء عقد هذا المؤتمر وبقول فيه إن إحنا تحركنا وعملنا برنامج طموح جداً جداً يستهدف التحول للطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير جداً حتى 2030 وتحركنا فيه وحققنا المستهدفات اللي إحنا بنتكلم فيها بالإضافة لكده دخلنا في برامج تستهدف تنمية مستدامة وفي نفس الوقت تحقق التحول الحماية وتنمية البيئة مثال يحنا كان لدينا مجموعة من البحيرات على البحر المتوسط هذه البحيرات كانت في حالة صعبة جداً جداً وتمثل يعني إساء بيئية كبيرة جداً جداً اتعامل برنامج خلال السبع سنين اللي فاتوا لهذه البحيرات إلى بحيرات صديقة تماماً للبيئة وده كلف الدولة المصرية أموال ضخمة جداً جداً للحصول على هذا الهدف في نفس الوقت عملنا برنامج آخر للاستفادة من مياه الصرف الزراعي للاستفادة منها حتى لا تكون ملوثة للبيئة أو تم تدويرها احنا بنتكلم بنتكلم في أكتر من 13 مليون متر مية بيتم معالجتها من مياه الصرف الزراع حتى يتم استخدامها أكتر من مرة من حقاً بيها هدفين الهدف الأولاني أن احنا عارفين أن يبقى فيه مياه إضافية كحسس من نهر النيل حبة أمر يصعب تحقيقه في هذه المرحلة ثم في نفس الوقت الاستفادة من هذه المياه وما تبقاش ملوثة للبيئة